تركيا الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي متحد سنجار أكد أن حزبهم يعمل على بناء أوسع تحالف ديمقراطي على أساس العمل المشترك مشيرا إلى قرب إنشاء تحالف ثالث يضم العديد من القوى الديمقراطية واليسارية سنجار أشار خلال مؤتمر للحزب إلى أنه لا يمكن الوصول إلى نتيجة عن طريق الانتظار ليوم الانتخابات مضيفا أن الانتخابات يوم والصراع كل يوم في إشارة إلى تردد تحالف يمثل ستة أحزاب من بينها حزب الشعب الجمهوري في تعيين مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو عام 2023 الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي لفت إلى أنهم ماضون في تأسيس تحالف ديمقراطي لأن الفوز بالانتخابات يحتاج إلى نضال يومي وليس انتظار يوم تثبيت صناديق الاقتراع مضيفا بأن كلامه لا يجب أن يفسر على أنه رغبة في فرض آراء الحزب على الساحة والاثنين عبر رئيس كتلة حزب الشعوب الديمقراطي ساروخان أولج عن استعدادهم للتفاوض مع الأحزاب السياسية الأخرى بشأن مرشح مشترك للرئاسة مضيفا أنه في حال تهرب تلك الأحزاب من التفاوض فإن حزبهم سيقرر الخطوات التي يجب اتخاذها في الفترة المقبلة وكان الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي متحد سنجار قال الأسبوع الماضي أن أحزاب المعارضة لا يمكنها تحقيق النتائج التي تريدها دون إقناع المجتمع بالتغيير أو طرح برنامج متسق ومقنع لحل ديمقراطي للقضية الكردية في تركيا أفادت مصادر إعلامية الثلاثاء أن النظام التركي اعتقل 46 شخصا بينهم مسؤولون محليون سابقون في حزب الشعوب الديمقراطي المعارض وذكرت المصادر أن من بين المعتقلين نواب سابقون لرؤساء بلديات وأمناء صندوق سابقين في حزب الشعوب الديمقراطي بالإضافة إلى أعضاء سابقين في الحزب هذا واعتقل النظام التركي عشرات المشرعين ورؤساء البلديات المنتخبين عن حزب الشعوب الديمقراطي في أوقات سابقة بما في ذلك الرئيسان السابقان صلاح الدين ديمرتاش وفيغين يوكسيكداغ إضافة إلى آلاف آخرين من أعضاء الحزب الأمر الذي أثار تنديدا داخل تركيا وخارجها ويشن نظام التركي منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016 حملات اعتقالات واسعة وصفتها منظمات حقوقية دولية بالتعسفية وطالت هذه الحملات عشرات الآلاف من الأشخاص بينهم حقوقيون ومعلمون وقضات